موسيقى الدقة في العمل والاعتماد على الجهد الاستخباري والمعلومات الدقيقة واداء الواجب بعيدا عن ضجيج الاعلام صفات وضعت جهاز الامن الوطني منذ سنوات عدة كواحد من بين اهم الاجهزة الامنية في البلاد وعلى الرغم من تشعب عمل الجهاز وواجباته بين الضرب على يد الارهاب من جهة وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر وغيرهم من جهة اخرى الا ان جهاز الامن الوطني يؤدي مهمه من دون كلل مستندا في ذلك على مهنية العاملين فيه وكفاءاتهم عمليات لا تعد ولا تحصى نفذها الجهاز كانت ثمارها القبض على عتات المجرمين بالجرم المشهود اضبت كميات هائلة من المواد المخدرة والعمل المزيفة وغيرها لكن اخر عملية للجهاز كانت طاحة بعصابة للاتجار بالبشر نفذت عدة عمليات لبيع الاطفال وتهريبهم من العاصمة بغداد حيث ألقى الجهاز القبض على امرأتين متلبستين بالجرم المشهود اثناء استلامهن المبلغ المالي المطلوب ثمنا لبيع طفلة حديثة الولادة بلا وازع من ضمير او انسانية هذه العملية الى جانب سبقتها تأتي في اطار جهود الامن الوطني الرمية الى الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن والضرب بيد من حديث على عصابات الارهاب والجريمة لينعم العراق بالامن والاستقرار اشتركوا في القناة